للتذكير بس يا حبايب ان اليوم راح يزيقون فيديو من الكليب الجديد مالتي راح يزيقون على الساعة 8 اليوم للاسه يا حبايب الفيديو كليب حالي عرض اول مواصل غير 15 اف تعليق اني وثق بكم نقدر نوصل مئة الف قبل الساعة 8 راح طاقم الرابط ووصف احبكم اتمنى يا حبايب نوصل مئة الف تعليق كل واحد بكم اللي يعلق مئة تعليق راح نقدر نوصل مئة الف تعليق باسرع وقت رابط ووصف الخبر الأول لي عادنا عن الالتقاء التاريخي اللي صار بين نورمار وأناس مروى فنزلوا شوية ستوريات شاند يلعبون كرة قدم بعض من اليوتيوبر يا حبايب بالستوري اللي بعد يا حبايب نزل ستوري هو شانوية أنس مروى نورمار فهذا توقعون يا حبايب رحصول صورونا يا بعض اكتبوا له بالكومنتاج وانتوقعاتكم هذا الموضوع وانتصورة نورمار يا حبايب ودخل المستشفى فنزل هذل ستوري اللي شان بين داخل العياد قاعد يسوي تنظيف بشرة حسب ما توقع وهلي شان كاتب عليها انه هستوى قام حاسنستر راس جديد تتركب طغل حاليا لوي سام تيكيت واحتفاله بيا مريانة غريبة بنسبة وصول قناة كافيين للمليون متابع فنزلوا شوية ستوريات اللي يتذكر بها اللحظة اللي يفتح بها قناة كافيين وليحط هذه الصورة اللي اول من فتحة قناة كافيين وقعه الاقد راحطوكم الاستوريات اللي حاب نشوفها مرحبا اهلين كيفكم مناح مرحبا يا جماعة الخير اه 22 جون اللي هو 22 ستة كنا في هذه الغرفة ووقعنا ففنبو اللي وقعت اعقد مع مريانة في موضوع قناة كافيين اليوم وصلت كافيين لا مليون مليون ان شاء الله ألف مبروك الله يبعد والله عمت ديش فترة كتير قياسية ان شاء الله ألف مبروك ويعطيكم العافية وعنجل مريانة يعطيك العافية الله يا عافية والفريق اللي بيكون يعني بابي هيرتنا كمان عم يجهزوا وعم يتعبوا وعم يعملوا كتير شغلات حلوة نجحنا السبا مبروك لكم مبروك لكل حدا بهذا ساهم هالعمل لا 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 عمش هالعمل أم ساعدك والله أم ساعدك وعنجل صلاة عمل إليك وعلي سيرت فوفا نابول يا حبايب في شي غريب صار ولي هي انو بيسان تيكت نزلت هذا البوست يا حبايب اللي كان بهذه الصورة وشانت كتبع عليها انو انتظروا فيديو هذا الاسبوع رح يكون شي صادم وحسب ما الأغلب توقع انو رح يكون هو فيديو خروجه من الفريق السبب انو بيسان تيكت حاني قاعد صوروية ياسو هامل بيسان مادر الصراحة كتبنا رحبوا بالكومنتات شو توقعتكم لهذا الموضوع وشو رح يكون للمقطع ننتقل حاليا الأمير اللي حسين من الشياء كل شي بعصبة فنزلت شوي السوريات تشانت كل شي بعصبة بلسبة لساعد سبب يا حبايب بسبب انو متابع المارتة يتهجمون على اي شخص قاعد تصور هيوية غير محمد كريم اي واحد يعصوروية هما يدخلوه على ويسبوه بأهله بشرفة رح تقوم الاسطوريات شوفونا شون هي معصبة وتطلبون تابعين ووقفون هذا الشي وانو بعد ما يدخلون بحياتها مرحبا انا من شوية طلعت متل ما انتم عم تشوفو لحتى اكمل تصوير واجيت عالاستيديو والتقيت بالظلمة النفسية اللي انا وياه اولتا بارح عملنا فوتو شوتينج مع بعض والظلمة كان عم يجي لعندي ويقلي اميرا شو هالمتابعين اللي عندك قلت له ليش قال لي تعي تفضلي شوفي شفت المسجات ش بخجل يعني عن جد شو احكي لكم يعني انتم مالكن اولاد صغار انا كل ما بطلع مع احدا ان كانت شغل او غيره ما دخلكم بحياتي مالكن علاقة زلمة اصلا ماغلت اصلا زلمة اخلاقه عالية وانا وياه عم نشتغل مع بعض هو ايجا مشان يساعدني ويصورني بتجون انتم تروحوا بتسبوه بتشتموه يعيب شو ما عليكن انتم بدل ما تروحوا تتشكروا الناس اللي عم تتعب معي لازم اصلا يعني انا بدل ما يجي يقول لي والله شو هالمتابعين اللي عندك يجي يقول لي والله تعي تفرجي المتابعين شو عم يحكوا عم تروحوا تسبو الزلمة كرمال كرمال مين ليش كعيب اصلا عيب شو دخلكم انتم وانتم مين اللي حتى تقولولوا والله ليش تقرب على اميرا وليش تتصور مع اميرا انا بتمنى وبترجى عن جد من كل قلبي انه من هون ورايح اي حدا بتشوفو طلع معي سواء شغل او غير شغل انا بكون عاملة تاج له ما حبيتو اتابعوا الشخص براحتكن بس ان تفوتو وتسبو هيك بتكونو مو على راحتكن الصراحة هاد الكلام للبعض بس و لا الكل هنن بيعرفو حقلون انا لم يلعب اوجه هاد الحكي انا بتمنى انه ما بقى حدا يغلط على حدا وما بقى حدا يفوت اي حدا بيكون معي شغل او غير شغل متل ما قلت لكم هاي عم برجع تلحكي انا بتمنى ما حدا يتدخل لانه انا عبا حاول اعمل شي جديد انا العالمي اللي عم تطلع معي كل ياته شغل كل ياته عم نحاول نشتغل عم حاول نقدم لكم كل شي جديد بس لبعض الناس عم تظل قليلة حياة وقليلة احترام وما عم تحترم اصلا التعب اللي انا عم قدمه فكتنا احباب الكمنتات هل انتو بي اميرا امضتها في هذا الشي تتغل حاليا القمرطاي وتهجمها وسبها اليا رمار فبالبث اليونة واللي شاد فتحتها يا حبيب وكوين المتابعين صاروا يقول لها ان لثمة الصالحين انت ويا رمار تصير تقول مساحي الاصطلح وهي شخص قداني وشوه سمعتي ومدري شونا حطكم الاسوريات شفوها يا حبيب بس الجاهين هذا التعليقاش اذا عالتي انتي وما رح اقول الاسم من احد يحتي عليكم يحتي حتي مين حتي حتي وصخ يشوه سمعتكم قدام كل العالم السوشيو ميديا هل حتو جوان تحتونية يشوه سمعتكم يشوه سمعتكم يغطل حقهم يشوه سمعتكم وبرش ميديا هم هو سوال فعنى كذا كن ما احتيتونية فبعد تسألوني فكتبونا حباب بالكومنتاج شو رأكم ببعض الخبر وهل انتو ويا يارا ام ويا قمر بهذا الشو هل يشوفون انه يارا غلطت بحق قمر او لا ننتقل حاليا نور ستاروشت يا خل حبيب هاتان فلزلت هذا الفيديو على التك توك الي كانت كاتب بي يا حبايب طعنهو فيديو قديم من وقت ما انشانوا مجتمعنو يبعض فكاتب عليه انه اشتغت لك يا حبايب لان منتبعين صارتوا قانونهو يحبون بعض فلاذا قاد تشتغل فكتبونا بالكومنتاج شو رأكم ببعض الخبر وننتقل حاليا لغيف مروان وفضيحة لها انس مروان فالخصية يا حبايب كلها صارت لما غيف مروان شابنزو شوية اشتوريات بها انس مروان قاعد يحتي بي اسرار هذا اسرار اللي عم فروم تطلع للسوشيال ميديا هو قاعد يصوره ستوري فلاهذا عصنا باني سيصال يضر بغيف مروان كل احطكم الاشتريات هي مجرد اضحة كثير رحطكم الاشتريات شوفوها تسجلوا اي 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 اخ المهم بعد ما سجل خلط 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 و بص Roh أحباب نوصلات المقطع الذين تقنين حاباي في فيديو كليب مالتي اليوم راح أصدينكم في ساعة اثمانية بص دخلووا على الوصف الكل وكام تعليق انشاء الله المصدر 100000 تعليق قبل ما ينزل ساعة بثمانية وبعض شكرا جزيلا خاص من كل القصص أحبكم مع السلامة